السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع إلى كل شخص يتساءل بين وبين نفسه عن الوضع الاجتماعي بألمانيا ولماذا سكان ألمانيا منغلقين اجتماعيا على نفسهم وحتى من كان اجتماعي مفعم بالحياة وأتى إلى ألمانيا الآن لماذا انطوى على نفسه؟ الحقيقة هي أنه اليوم فيلت أمزونتاق أجابت عن هذا التساؤل الكبير والمهم الموجود بألمانيا بدراسة تم عملها وشارك بها حتى علماء نفس بألمانيا وعنوان الخبرة وعنوان التقرير اللي كتبته فيلت أمزونتاق هو أنزر نتسيونالس وزام الليبن است بدغوت يعني أن تعايشنا الوطني مهدد تقول لك الدراسة أن نسبة هائلة من السكان ربما تكون الأغلبية بعد أن أتت الكورونا لألمانيا وبعد أن حصت حرب أوكرانية وتداعياتهم طبعا تداعيات الكورونا تداعيات الحرب الأوكرانية تغيرت لوضاع الاقتصادية وعملت أزمة طاقة أيضا صار الكثيرين يشعرون بعدم الراحة وأهم شي هو أنه الناس شاهدوا أن السياسين بالبلاد كلهم غير جدينين بالثقة وما يستطيعون حل مشاكل البلد فلم يحلوا أزمة السكن ولم يحلوا أزمة الطاقة ولم يحلوا أي مشكلة بالبلاد من ناحية أخرى قال كثيرين أن الكورونا وحرب أوكرانية قسمت مجتمعنا وجعلت الناس تكون أكثر تطرف ما بين مؤيدين جدا لإجراءات الكورونا مثلا أو للقاحات أو معارضين جدا للإجراءات أو اللقاحات أو القيود الاجتماعية أو تأييد ومعارضة دعم أوكرانية يعني صارت الآراء الاجتماعية متطرفة بهذه الأمور سواء بالأمور السياسية أو بأمور المناخ أو حتى بقوانين المثليين والمتحولين والعابرين جنسيا فالنتيجة النهائية أصبحت العائلات والأفراد يقللون من علاقاتهم الاجتماعية وما يحاولون تبيان آراءهم بالقضايا يعني اللي تحتل الرأي العام بالوقت الحالي يعني فعلا لاحظت هذا الشيء وكيف أن الناس صارت تخاف تبين رأيها بالوقت السابق بينما هذا بلد يعتبر بلد الحرية والديمقراطية وسابقا يعني قبل خمس سنين قبل عشرة سنوات كان تقريبا لا يوجد خطوط حمراء أثناء الكلام جزء كبير من الناس قالوا بهذه الدراسة أنه إحنا الشيء الوحيد اللي ينطينا الثقة أو يعطينا الشعور بالراحة هو الحياة الخاصة وما يوجد داخل المنزل المقصود هنا توفير وسائل الرفاهية الشخصية وتوفير الأثاث المناسب ومساحة المعيشة المناسبة هذا الشيء الوحيد اللي ينطي الناس الراحة حسب يعني رأي الأغلبية تبين الدراسة أيضا أن الناس بألمانيا تخاف من انقسام المجتمع يعني هذا الأمر يلعب دور كبير وخراب الحياة الاجتماعية وتخاف من أن لا يحصل شيء مفاجئ يؤدي لتدهور الوضع المادي والوضع الاقتصادي هذا الشيء صار أيضا بعد الكورونا وبعد حرب أوكرانية وهذه المخاوف المخاوف الاقتصادية المخاوف الاجتماعية المخاوف من حصول مفاجئة مثلا بين روسيا والغرب صارفت شيء أو وباء جديد أو أزمة اقتصادية بسبب شيء معين هذه المخاوف كلها هي أكبر وهي أكثر من مخاوف الناس من أزمة المناخ تبين أنه الناس ما مهتمة بأزمة المناخ وتختصر الدراسة الأمور اللي يخشاها الألماني لها خمسة أشياء أولا التضخم اللي دخل بقوة بعد حرب أوكرانيا وهو فقدان فلوسك لقيمتها فقدان اليورو لقيمتها بالتالي اللي كنت تملكها من مال بالسابق الميت يورو الألف يورو كانوا يعني كان قوي الآن نصبح ضعيف ثانيا الفقر بسن الشيخوخة هو أحد أكثر الأشياء اللي تخوف الناس بألمانيا بعد التقاعد النظام التقاعدي مصمم لوضع اقتصادي مستمر اللي هو كان على مر السنوات الماضية هاي الأمور تم هزها بقوة بعد الكورونا وبعد حرب أوكرانيا ثالثا ثالث شي خوف الناس أو يعني يقلقهم يؤرقهم ونقص المساكن وغلاءها هي ثالث شي خافوا بالبلاد رابعا أزمة الطاقة وهي تلخص خوف الناس من أن تزيد أسعار الطاقة بحيث يأتي وقت ما يتمكن به الكثير من تدفئة بيوتهم أو طبخ الطعام أو تسخين الطعام تحتاج إلى كهرباء أو غاز هذا الأمر يعني أيضا يعتبر من ضمن مخاوف السكان وخامسة شي هو انقسام المجتمع يجعلك ترتاح فقط داخل منزلك أي شي خارج المنزل هو رأي مختلف هو رأي معاكس هو ثقافة مختلفة هذا الشي بالنهاية يؤدي للانطواء على النفس وهذا يعني يكون جاوب على تساؤلات العديدين من عندنا اللي هو لماذا المجتمع منطوي على نفسه موضوع الآخر موضوع جدا مهم أصدقائي كل سنة يغادر ألمانيا عدد كبير من الألمان وعدد كبير من المهاجرين يعني أشخاص غير ألمان يغادرون ألمانيا وأشخاص ألمان أبدا عن جد يغادرون ألمانيا بنفس الوقت يعود إلى ألمانيا كل سنة أشخاص سواء كانوا ألمان أو مهاجرين كانوا قد تركوها بالماضي اليوم الصحافة الألمانية تحديدا موقع فلت الإخبار يقول العام الماضي شهد حوالي مليون وربع شخص غادروا ألمانيا وقرروا الاستقرار خارجها من بين المليون وربع شخص 935 ألف أجنبي قرروا الذهاب للخارج سواء كانوا من دول الاتحاد الأوروبي من دول عربية من دول آسيوية يعني قرروا عدم الرجوع إلى ألمانيا وحوالي 270 ألف ألماني قرر ترك البلاد نعم هناك ألمان عائدين لألمانيا ولكنهم أقل بكثير من من قرروا الهجرة لخارج ألمانيا البلدان اللي هاجروا لها الألمان والأسباب اللي هاجروا لها الألمان رح نذكرها أيضا بالتقرير حسب التسلسل أكثر بلدي يفضلوه هو سويسرة الحياة بها غالية جدا ولكن دخل الفرد أيضا عالي وكفي المتطلبات الحياة وربما يزود ثانيا دولة النمسا إذن عندنا سويسرة والنمسا هي دولتين يتحدثون باللغة الألمانية كلغة رسمية فهو طبيعي أن تجد كثيرين يهاجرون إليها ثالث دولة هي أمريكا الدولة اللي سكن بها يعني رخيص بالمقارنة بألمانيا يعني ليس بالمدن الكبرى ومراكزها الطاقة بها رخيصة حتى المحروقات بها رخيصة جدا تليها إسبانيا والبرتغال وفرنسا والتركيا اللي يفضل كثيرين أن ينتقلون إلها تحديدا تركيا كون يعني خصوصا المتقاعدين راتبهم يكفي لمتطلبات الحياة بالنسبة لسويسرة فهي عيش بها 300 ألف ألماني وهي كل سكانها 8 ملايين نسمة ويزورها أيضا الكثيرين من الألمان فهي يعني صفقة مربحة لمن ينتقل إليها أما إسبانيا بها كثير ألمان حتى لم يتم حصائهم كلهم وبها كثير سياح ألمان فأنت هناك أي مشروع تفتحها إذا كنت تعتمد على الألمان فسينجح إذا كنت ألماني وأيضا تقدم إسبانيا ميزة كبيرة جدا وهي ميزة صراحة أول مرة أسمع بيها وهي عفاء ضريبي للأجانب أو للألمان اللي ينتقلون إلها يمتد لأول خمس سنين من المعيشة بإسبانيا أنت معفي من الضرائب تفاجأت لما قرأت هذه المعلومة بها أيضا الألمان انتقلوا للمعيشة بالبرتغال لأن المعيشة بها رخيصة جدا السكن رخيص الطعام رخيص الفنادق رخيص المطاعم رخيص ودولة أخرى أصبحت وجهة جديدة للألمان يسافرون إلها ويستقرون بيها وهي دبي الألمان يفضلون يعني دبي أو الإمارات رغم غلاءها ولكن الضرائب بيها صفر من يحصل على معاش كل المعاش ينزل بجيبة لا ضرائب ولا رسوم ولا حتى ضرائب على نقل الملكية وتقول فيلت أمزونتاك أن كل شيء مستورد بدبي رخيص الجوال الحديث أو القديم التليفون السيارة جهاز الإلكتروني لأن لا يوجد ضرائب على الاستيراد لذلك الألمان لما ينتقلون هناك يشترون سيارات بسعر رخيص جدا نفس السيارة الألمانية اللي بألمانيا تباع بسعر غالي بدبي حتى لو كانت زيرو تحصل عليها بسعر أرخص لأن لا يوجد ضرائب ولا يوجد رسوم استيراد تقول الصحافة الألمانية أن الأسباب الرئيسية لهجرة الألمان لخارج ألمانيا هي التضخم ضرائب المرتفعة والانقسامات الاجتماعية والحياة الاجتماعية بصورة عامة والخوف من المستقبل وأزمة الطاقة ونقص المساكن وأيضا غلاء المساكن إن وجدت إذن هذه كانت الأسباب اللي تخلي الألمان أو الميتين وسبعين ألف ألماني هم أكثر من ربع مليون قرروا مغادرة ألمانيا بالاثني عشر شهرا الماضي الموضوع الآخر أصدقائي اليوم أعلن المكتب الفدرالي للأحصاء بألمانيا إن الدين العام الوطني ارتفع بشكل كبير جدا بالعام الأخير ومقدار الارتفاع بالدين هو 47 مليار يورو وصل عدد أو مقدار الدين الكلي بالبلاد أو الدين الفدرالي إلى 2368 مليار يورو هذه الديون هي ديون ألمانيا وزيادات إنفاقها مثلا إنفاق مئات المليارات بوقت أزمة الكورونا على الإجراءات لإغلاقات اللقاحات مراكز الفحص الكمامات ديون متعلقة بأزمة الطاقة بسبب حرب أوكرانيا وديون البلديات اللي خصصت مثلا مساكن لفئات معينة ديون صناديق الضمان الاجتماعي ديون صناديق التأمين الصحي لو تم تقسيم مقدار الدين العام على عدد سكان ألمانيا حسب وسأل الإعلام هذا اليوم فالمكتب الفرد الإحصائي يقول إن كل شخص بألمانيا حتى الطفل الرضيع حيكون عليه لو قسبنا على عدد السكان 28164 يورو هي نسبة الدين للفرد بألمانيا بالنسبة للقطاع العام أو بالنسبة للقطاع الحكومي فالحكومة الألمانية وحدها كقطاع عام وليس خاص عليها دين 1620 مليار يورو وهي زيادة 4.6% عن العام القبل العام الماضي نتيجة الديون المتراكمة الهائلة على الحكومة الألمانية فقد تم تقديل الإنفاق الحكومي مثلا الإنفاق على البنى التحتية صيانة شوارع بناء مؤسسات حكومية جديدة بعضنا راح يتساءل ويقول كيف ممكن يؤثر علينا شخصيا هذا الدين الحكومي وكيف راح يضر رفاهيتنا كأفراد جواب بسيط كدولة بدأت بدقليل الإنفاق بسبب الديون يعني مثلا مدينتك بلديتك حتقلل من بناء مثلا رياض أطفال جديدة رغم أننا بحاجة إلى عدد كبير من روضات الأطفال ومعلمين أو معلمات برياض الأطفال حيقل بناء مدارس حيقل ترميم أو بناء خطوط سريعة كل هذا حتى يتم سداد الديون الهائلة أمور أخرى أيضا حتصير يعني لا يسعنا أن نذكرها كلها بهذا الفيديو فمن الطبيعي أن تتوقع زيادة بالرسوم زيادة بالضرائب والإجور مثل أجرة ركن سيارة أو أجرة معاملة بالبلدية أو أجرة معاملة بمركز الشرطة أو بوزارة ما وهو ما يحصل بالبلاد بالفترة الحالية يعني خصوصا بآخر سنتين ارتفعت هذه الرسوم بشكل كبير الرسوم هي مو مشكلتنا هي شي جميل إذا كان مقابل الرسم تحصل على خدمة ولكن الزيادة الهائلة بالرسوم تحويل الملكية ركن سيارة شراء شيء ما تأخذ ورقة من الدولة مثل الرسوم ملد بشتيتي جونغ تأيد سكن وإلى آخره كل هذه الأمور يعني تزداد وهو ما نجده صعب بالوقت الحالي نتكلم بصورة عامة أصدقائي الموضوع الأخير يوم أمس نقلنا لكم خبر حصول حالات تحرش جماعية بنساء وللأسف بأطفال بحدائق ألمانية كبيرة بالعاصمة برلين أحد الحدائق اسمها غورليتسا باك ببرلين وبحيرة أيضا صار بها تحرشات واعتداءات هي شلخة زي أيضا ببرلين خلال فترة قصيرة حصلت ثمانية حالات اختصاب بالحديقة وتحرشات بالجملة ضد نساء وضد أطفال ضد أطفال بالتاسع من يونيو حزيران وبالعاشر من يونيو حزيران مؤخرا رجل وامرأة كانوا بجوليتسا بارك أو جوليتسا بارك أتت عليهم جماعة من الأشخاص فرقوا بين الرجل والمرأة اقتادوا المرأة لجهة الشرطة الألمانية قالت أن نتائج التحقيق بهذه الجريمة الأخيرة أدت إلى اعتقال شاب من بين المتهمين بالتحرش الجماعي هو كان صومالي جنسية ويعتقد أن الآخرين هم أيضا أشخاص غير ألمان هذا ما تقول التحقيقات الأولية بالنسبة إلى بحيرة شلخة زي تم اعتقال مشتبه بهم عدد اثنين أحدهم عمره 18 سنة والآخر تخيلوا متحرش عمره 14 سنة ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى بخصوصهم مثلا جنسيتهم أو معلومات معينة بخصوصهم ربما لأسباب يعني عند الشرطة لا تريد كشفها حتى يتم اعتقال الأفراد المتورطين الآخرين بهذا الموضوع وصلنا للنهاية شكرا جزيلا لحسن استماعكم نلتقي قريبا مع السلامة اشتركوا في القناة